إيران لم تبدأ اليوم بالتدخل بالقضية الفلسطينية إيران بدأت بتدخل منذ زمن بعيد وبالذات عندما دعمت أو صنعت لنا فصيل فلسطيني يتبع إيران مباشرة بالتمويل والدعم والقرار والأوامر وهو الجهاد الإسلامي ولحق فصيل آخر اسمه فصيل حماس تابعين لإيران ونفس إيران هي اعترفت كذا مرة بأن لنا فصائل في الوطن العربي تأتمر بأمرنا بالعراق وفي لبنان بنسميهم بالاسم الحجد الشعبي والحماس في فلسطين والجهاد في فلسطين كان يقولوا فلسطين إلنا سيريا إلنا العراق إلنا اليمن إلنا هذا كلام طلع من قيادات إيرانية على التلفزيون طيب وإيران بدأت في التدخل بالشأن الفلسطيني منذ أن حاربت منظمة التحرير منذ أكثر من 20 سنة